أهلا بحضراتكم من جديد اتكلمنا في بداية البرنامج عن الاستراتيجية للدولة اشتغلت عليها في تنفيذ المشروعات القومية في المحافظات وإنها المشروعات دي ما تكونش مقصورة فقط على القاهرة الكبرى أو على المدن الرئيسية في الأقالين المشروعات دي انتشرت في كل المحافظات فوجه إبلي وفوجه بحري وفي قناة السويس كمان وكان التركيز الأساسي على المشروعات اللي بتمس حياة الناس أنا من أجمل حاجة في هذه المشروعات من وجهة نظري أن يكون عندنا عدد كبير من المشروعات الانتجية في المقام الأول وأيضا المشروعات الخدمية هتلاقي مثلا بالنسبة لي المشروعات الخدمية هنلاقي فيه تطوير الكهرابة هنلاقي فيه توصيل صرف صحي تبطين ترع تطوير مستشفيات وفي نفس الوقت هنتكلم برضو عن مشاريع انتجية موجودة بالفعل وتنموية واستثمارية بتوفر فرص عمل الشباب في هذه المحافظات خلانا نتكلم بالتفاصيل مع دفتنا اللي من ورانا فيه الستوديو نائب هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صباح خير عليك صباح خير يا أهلا بيك أهلا وسهلا في البداية نتكلم بشكل عام عن استراتيجية الدولة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والتوزيع الجغرافي لهذه المشروعات طيب بداية يعني أنا برحب بيكم وبالسيدة المشاهدين اللي شايفيننا حاليا نورا أهلا وسهلا خلينا نتكلم عن استراتيجية الدولة هو أنا بشكل بسيط كده علشان أوصل للمواطن أو أوصل للمواطن دلوقتي معلومة هي كانت إيه استراتيجية الدولة أو الهدف من كل ما يحدث حاليا كل ما يحدث حاليا كان له شقين مهمين جدا الشق الأول أن أنا يبقى ليا نظرة استراتيجية بعيدة المدى أن أنا محتاجة تنمية مستدامة علشان يحصل تطور واستثمار طول الوقت طيب النظرة القريبة بقى النهايل جدا ورائع أن أنا يكون عندي خطة واستثمار وتنمية مستدامة ولكن لازم المواطن اللي موجود يشعر أن فيه أثر بيحدث في الفترة الحالية وأعتقد أن دي المختلف حاليا في الدولة المصرية وفي القيادة السياسية أن فعلا فيه اتجاه كبير جدا جدا أن إزاي المواطن يشعر حاليا بالخدمات المنتقصة اللي إحنا ما كناش بنشعر بيها غير لو في المدن ومش بس كمان كل المدن ده في المدن الكبرى فقط لا غير فيمكن استراتيجية الدولة أن أنا إزاي أنزل للقرى والعزب والنجوع وخلي المواطن يشوف قدامه المسؤول وهو بينفز وأنا كمان شريك في تنفيذ هذه المبادرات فيمكن عشان أرجع كمان للنقطة الأساسية من أهم استراتيجيات الدولة في الفترة الحالية أن المواطن على الأرض الواقع يشعر أن فيه إنجاز حقيقي بيتم والإنجاز ده بيتم بشكل مباشر له هو شخصيا ولو أثر عليه هو شخصيا قعدنا فترة طويلة قوي في الإعلام نتكلم عن السعيد المنسي وإزاي ما بيوصلوش خدمات وإزاي ملوش بما فيه الكفاية في التنمية بس كنا بنتكلم بس وبعدين لقينا الوضع اختلف تماما ولقينا مشروعات ما شاء الله بالذات موجهة لوجه إبلي يعني خليني أذكر لحضرتك بقى من أرض الواقع يعني في فترة من الفترات أنا كان عملي تنمويا متعلق بالصعيد ودلتا مصر ووجه بحري والقرى لما كنا بننزل علشان نشوف إيه اللي بيحصل على الأرض في التوقيت ده يعني كنا بنلاقي خدمات مش موجودة إطلاقا لا بنلاقي صرف صحي مش بنلاقي كهربا جيدة مش بنلاقي مواصلات جيدة علشان أقدر أوصل للقرى دي فاللي حصل إن لا اللي بيحصل دلوقتي إن حتى في تنمية الصعيد احنا بنشوف على مدار المحافظات المتتالية يعني بنشوف مشروعات خاصة بالأثر المباشر زي مثلا مستشفيات تخصصية في الأسر بنشوف في أسوط كمان تطور هائل جدا جدا في المستشفيات والمشروعات دي شفنا مشاريع متعلقة بالبنزين موجودة هناك شفنا مشروعات هائلة جدا جدا في الصعيد والأهم فيها إن هي برضو بترجع إن هي ليها أثر على المواطن وبيشوفها بعينه وبيشعر بيها خدمية بس ولا بتخلي المواطن الصعيدي أو المواطن اللي قاعد فاجل قبلي اللي قاعد فترة طويلة قوي مش لقي كمان فرص عمل فكان بييجي المدن الكبرى علشان يشتغل فيعمل عشوائيات دخلنا في قصة كانت دايرة لا تنتهي من عبقرية ما يحدث حاليا يعني وهركز على النقطة دي قوي إن حاليا المواطن ما بقاش التفكير بشكل استراتيجي للدولة المصرية إن أنا إزاي أجيب المواطن واستقطبه علشان يشتغل في المدن ده أنا كمان بقية المبادرات التنموية الرئاسية اللي بتنزل حاليا للمحافظات هي بتركز إزاي أوفر فرص عمل يعني ويمكن كمان في عندنا مبادرة رئاسية هائلة جدا اللي هي إبدأ وإبدأ كمان اللي هي في توطين الصناعة وإزاي أن أنا أسد الفجوة الاستيرادية اللي موجودة حاليا وإزاي يوفر فرص عمل وإزاي يبقى عندي محور يعني مثلا دعم الصناعات اللي بتضيف قيمة مضافة للدولة المصرية إزاي يوفر جانب من التطوير والبحث والمهارات اللي موجودة داخل المحافظات المختلفة عشان أقدر أني أوفر للمواطن وفقا لمهاراته وإمكانياته فرص عمل تناسب هذه المنطقة اللي هو عايش فيها في الوقت الحالي عظيم هل المشروعات بتختلف من وجه قبلي لوجه بحري؟ برضو يمكن حاليا إحنا بدأنا أن نعمل حاجة مش كل المحافظات بينزل لها نفس المشروعات بنفس الكيفية وبنفس الطريقة فيه حاجة مهمة جدا جدا بدأت الدولة المصرية يعني تشعر بيها أننا كل محافظة من المحافظات لها احتياجات مختلفة لا يمكن يكون وجه قبلي زي بحري زي المحافظات الباقية كل محافظة الأول بيتعمل لها رفع الاحتياجات اللي مطلوبة داخل هذه المحافظة أنا محتاج إيه؟ المشروعات التنموية اللي أنا محتاج الأول أن أنا أسد بيها الفجوة قبل ما أقول أن أنا عايز أوفر فرص عمل أنا محتاج الأول أن أنا يعني المواطن يعيش محتاج أن المواطن يبقى عنده صرف صحي مناسب محتاج أن المواطن ده يبقى عنده مستشفات وأقدر أن أنا أودية تعالج بشكل كويس أنا محتاج أن أنا أمشي بالتوازي يعني ما يبقاش فيه جزء هو الغالب على الجزء التاني ولكن في الأخير كل محافظة من المحافظات لها احتياجات مختلفة عن المحافظة التانية وده اللي بتحاول دلوقتي القيادة السياسية إن هي توفره في الفترة الحالية في وقت من الأوقات كنا بنقول المحافظات دقت على الناس اللي فيها فكادش الناس عارفة تتحرك كادش الناس عارفة تسكن اللي عارف يشتغل ما كانش بيبقى عارف يخرج من بيته لأنه مش لاقي مكان مناسب يعيش فيه ويتجوز فيه أو بقى شديد الغلو لأن ما فيش مكان الموضوع تحل بشكل عبقار مشاريع الإسكان اللي بتتم حاليا كمان ليها يعني جانب مهم جدا جدا الإسكان الاجتماعي اللي بيتم حاليا واللي شفنا توقف لفترات عديدة جدا وشفنا قد إيه إحنا كان عندنا أزما وقفنا البناء على الأرض الزراعية ولكن مع وقف البناء على الأرض الزراعية كان لازم يطلح حل لأن المواطن خلاص ما كانش فيه يعني رقعة يقدر أنه هو يعيش فيها أو يبني فيها فبدأ أنه هو لا كمان مع بدء غلق يعني الجزئية بتاعت البناء على الأرض الزراعية علشان أوفر الأراضي دي أنا كمان بقى فيه قدامها إسكان اجتماعي للشباب بحاول أن أنا أفتح فيه الأراضي الفضية أن أنا فعلا أطلع بمشروعات حقاقية ووحدات سكنية مناسبة للشباب بمشروعات عواصم المدن والمحافظات بالضبط مشروعات عواصم المدن والمحافظات اللي يمكن يتم التركيز عليها مقابل حياة كريمة اللي بتنزل قرى الريف المصري عظيم دخلتينا بقى لمبادرة حياة كريمة ودي حدث ولا حرج يعني عايزين نتكلم عن المشروعات اللي تمت ضمن هذه المبادرة في محافظات مصر يمكن فيه 4700 قرية أو تجوزنا دلوقتي 4800 قرية تم استهدافها أن احنا ننزل فيها بمشروعات تنموية حقيقية على أرض الواقع وبدأنا أن احنا نحط يعني تكلفة إحنا إيه تكلفة اللي ممكن ننزل بيها هذه القرى تجوزنا 800 مليار جنيه علشان نقدر أن احنا فعلا يكون فيه أثر حقيقي في هذه القرى ويمكن المشروعات حياة كريمة اتقسمت لمراحل المرحلة الأولى تجوزنا فيها 28 ألف أو 29 ألف مشروع فعلا وبدأنا أن احنا دلوقتي التركيز كله على إيه مجمعات خدمية وحكومية داخل هذه القرى مستشفيات سواء قائمة أو سواء يعني بيعاد يعني تطورها مرة أخرى وحدات صحية خدمات كهرباء جميع الخدمات اللي ممكن تكون من الألف للياء هي بتكون متوفرة داخل مشروع حياة كريمة للقرى المصري عدنا سنين نتفرج على الطابور الطويل بتاع نبيب البوتاجاز وبعدين لقينا القرى اللي ما كانش لها مواصلات بيدخلها الغاز الطبيعي الوضع اختلف خالص يعني بصي ملف مهم جدا جدا حقيقي اللي هو الخاص بالغاز إن أنا إزاي ألاقي قرية حاليا ويمكن النهاردة يعني كمان بنواكب افتتاح هام جدا في قرية الأبعادية في البحيرة والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي موجود هناك علشان يتم افتتاح ما يقرب من 80 مشروع موجود هناك في كل المجالات اللي ممكن المواطن يشعر بيها وكان من ضمنها كمان الغاز وصلات المياه اللي ما كانتش بتوصل لا في الصعيد ولا في القرى اللي كانت منسية وكان المواطن يشعر إن خلاص يعني ما فيش أمل إن فيه مسئول هينزل أو هيبص على القرى دي فملفات مهمة جدا جدا بدأت الدولة المصرية أن هي تطرق عليها علشان فعلا يكون بقى فيه يعني ملمس إيجابي خليني أقولك على حاجة كمان وأقول لحضراتكم إن المواطن يعني تحمل كثيرا جدا وكان مهم جدا إن مقابل هذا التحمل إن أنا أشعر إن فيه بقى يعني لا يعني فيه حاجة كويسة بيتم تقدمها لي وده فعلا اللي بتقدمه مبادرة حياة كريمة من جميع الخدمات اللي موجودة عظيم حضر تقعدوا في مجلس النواب عن أي دايرة؟ أنا عن كفر الشيخ ولكن عن تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين بشكل عام عظيم طيب لما هنيجي بتكلم عن المشروعات اللي حصلت في كفر الشيخ وإنتوا طبعا كأضاء مجلس النواب لازي يكون فيه تواصل بشكل مستمر مع المواطنين مش أقول طبعا دور الخدمة لأنه مش من أساسيات عمل مجلس النواب هو تقديم الخدمات لكن الناس كانت عايزة إيه في كفر الشيخ؟ الوضع بقى عامل إزاي دلوقتي لو فيه مشروعات بتتم في هذا المحافظة الوضع بقى عامل إزاي؟ طيب يعني الوضع عامل إزاي حضرتك الأول لمست نقطة مهمة جدا اللي هو دور عضو مجلس النواب الصورة الزهنية اللي موجودة عند المواطن المصري إن عضو مجلس النواب هو دوره خدمي لقى بقى إحنا عدنا سنين في الإعلام بقى نقول خلاص بقى ولكن يبقى جزء كبير جدا من الصورة الذهنية اللي موجودة عند المواطن المصري إن دور عضو مجلس النواب خدمي فبدأنا إن إحنا نتعايش مع هذه الفكرة خلاص يعني أنا دوري مش متوقف فقط على الدور التشريعي أو إقرار الموازنة العامة للدولة لا خليني كمان أبص إن المواطن لازم يكون فيه تواصل مباشر ويمكن هو دور اللي خليني أتكلم عن نواب كمان تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي بيقوموا بيه بشكل كبير جدا جدا داخل الشارع المصري إن إحنا طوال الوقت إحنا محتكين بالمواطن بشكل يعني مباشر وأساسي متواجدين طوال الوقت في الشارع ليه؟ لأن إحنا بنعتبر نفسنا داخل هذا الكيان إحنا نعكاس يعني لما يحدث على الأرض إن إحنا نترجبه فعلا إزاي إحنا نعالج يعني القصور أو أي خلل أو إزاي ندعم يعني جزئيات محتاجة دعم فخليني أرجع لحضرتك ما تم في محفظة كفر الشيخ يعني على سبيل المثال وليس الحص طبعا حاليا مبادرة حياة كريمة هي موجودة في مطوبس مركز مطوبس وهو إحدى مراكز كفر الشيخ ويمكن كمان مركز مطوبس كان فيه قرى بتصنف من القرى الأكثر فقرا على مستوى العالم على المستوى العالم يعني فيه قرى هناك دي اللي كانت بتخرج منها تقريبا الهجرة غير شرعية أعتقد طبعا دي اللي كانت بتخرج منها الهجرة الغير شرعية يعني وكويس إن إحنا كمان ملمين بده كانت محافظة يعني هي معبر كان كبير جدا جدا للهجرة الغير شرعية وخاصة مركز مطوبس فيعني كان من الذكاء أن المرحلة الأولى داخل محظف كفر الشيخ يكون فيها هذا المركز اللي احنا بنقول طيب أنا محتاج أن أنا أقلل نسب الفقر ومحتاج أن أنا يعني حتى على الخريطة العالمية يكون القرى اللي موجودة عندي دي أبدأ أن أنا علشان المواطن وعلشان الفكرة العالمية كمان عن جمهورية نص العربية أبدأ أحسن الصورة دي فبدأنا من مركز مطوبس بجميع الخدمات الموجودة جواه لو حاجة أتكلم عن مشروع قومي مثلاً لجمهورية نص العربية كلها من داخل محظف كفر الشيخ يعني ممكن كمان أتكلم عن حاجة زي الرمال السوداء مشروع الرمال السوداء اللي يعني بطلع منه المعادن الندرة اللي أنا محتاجها مش بس على مستوى جمهورية نص العربية دي أنا محتاجها على مستوى العالم كله كمان وإن أنا إزاي إن أنا دي حاجة فيها داخل فيها جزء بيئي وأنا بتكلم عن قضايا مناخ وإزاي إن أنا كمان بتخر بيها شواطئ كتير جداً فجزئيات هامة جداً منها المباشر للمواطن بشكل يعني أصيل وفيه منها كمان اللي بيعود على الدولة ككل بقى منظور قومي صحيح محطة الكهرباء كمان ومحطة الكهرباء طبعاً طبعاً محطة الكهرباء بحيرة غليون اللي موجودة حالياً داخل محافظة كفر الشيخ مشروعات كبيرة جداً وده اللي كنا بنتكلم عليه في البداية إن أنا عندي مشروعات ذات أثر مباشر وفيه مشروعات بترجع على الدولة المصرية بشكل عام أو استراتيجية طويلة المدى طيب حرجع تانية أقول لما بنعمل مشروعات الناس بتشتغل فيها الناس بتبقى قاعدة وهي متطمنة ما بتحتاجش إنها تروح أماكن تانية علشان تتعلم إحنا عندنا كميات من المبادرات التعليمية اللي حصلت في الفترة الأخيرة وكان فيه زي ما بنقول كده تهافت أو الناس بتبقى مش عارفة تعمل إيه عايزة تدخل الجماعات في أماكن بعيدة والناس سايبها بيوتها وسايبها أماكنها فأعتقد إن كمان التعليم وصل لأماكن مختلفة ومش بس إحنا نتكلم عن أنواع عادية من التعليم إحنا نتكلم عن تعليم عالي متميز بالضبط يعني الجماعات الأهلية اللي موجودة حاليا واللي هي فكر وتوجه دولة حالي اللي حتكون موجودة في كفر الشيخ اللي موجودة حاليا في الدأهلية اللي موجودة في المنوفية وغيرها كمان من الجماعات يمكن فكر متميز جدا لإن أنا بوازن بين الجماعات الخاصة والجماعات الحكومية أنا بحاول إن أنا أدي جودة تعليمية متميزة علشان يكون عندي فعلا أرجع جودة التعليم مرة أخرى أقدر أن أنافس على مستوى الجامعات المصرية مرة تانية كمان فدي حاجة كمان مهمة جدا جدا بالنسبة للتعليم طيب فكرة أننا ونختار الكليات الموجودة في أماكن معينة يعني لما يتعامل حاجة لها علاقة بتصنيع الأثاث والشغل الحرفي في حوالين دميات لما يتعامل حاجة لها علاقة بالاستزراع السمك والتمليح السمك في الأماكن اللي فيها بحيران لما نشغل الناس والناس تدرس إلي هتشتغل فيه والنمي اللي موجود أعتقد ده بيعمل قيمة مضافة للأفراد وللدولة بيعمل قيمة مضافة وبيدي فكرة كمان أن أنا عندي وعي أن حاليا أنا مدرك كل محافظة الحرفة الأساسية اللي موجودة جواها فبقدر أن أنا أشتغل على هذه الحرفة أن أنا مش حبعد سكان المحافظة اللي اعتادوا على حرفة بعينها زي ما حضرتك ذكرت مثلاً مثال دميات اعتاد أو مصر كلها اعتادت أن دميات هي بلد الأساس وانا شرباية أنا أهلي أصلاً هم متعودين في التجارة دي وانا موجود فيها والتصنيع ده من وانا صغير بس أنا دلوقتي بعمله باحتراف ألاقي حد مثلاً في الغزل والنسيج ومتميز فيه جداً أنا لازم أبص الاحتياج ده يعني مش ممكن حسيد مثلاً محافظة متميزة جداً في الغزل والنسيج وروح لمحافظة أخرى وأقول هي دي اللي أنا هطلع منها الحرفة دي فكان شيء مهم جداً وأساسي ويمكن كمان دلوقتي طوال الوقت حتى يعني لو هرجع تاني لمبادرة حياة كريمة فيه يعني جنود على الأرض وأنا يعني أنحاز لهؤلاء الجنود لأن أنا كمان من ضمن منصقي مبادرة حياة كريمة فيمكن كمان طول الوقت فيه رفع احتياجات أنا قبل ما بنزل وبشوف إيه المواطن ده محتاج إيه برفع الاحتياج الأول وبشوف إيه أكتر أولوية أنا محتاج أبدأ به مش علشان تبقى حاجة مرضية للدولة لا علشان تبقى حاجة مرضية للمواطن المصري نفسه عظيم خلينا واقعيين ومنصفين عندنا برضو بعض القصور في بعض المجالات لكن الجميل أن احنا محطوطين على التراك زي ما بنقول يعني مثلا بنلاقي بعض الناس بتنتقد بعض الحاجات السلبية اللي ممكن تلاقيها مثلا في مدرسة من المدارس تقولك آه دي التعليم في مصر طب ما تشوفوا بقية الجوانب ما تشوفوا التعليم الفني كان عامل إزاي بنسبة للتعليم الدبلوم التجارة والصناعة والزراع والحاجات دي كان عامل إزاي زمان ومتطلباته كانت عاملة إزاي في توقيت معين ودلوقتي بقى عامل إزاي التعليم الفني بقى عامل إزاي تعليم التكنولوجي سواء في المراحل السنوية أو في الجامعات الأهلية والتكنولوجية والجامعات الكتير اللي كانت موجودة اللي موجودة في مصر خلال الفترة دي بخلاف طبعا الجامعات الحكومية لاقي حد مثلا ممكن ينتقد حاجة هو طبعا حق اللي بينتقد ده طالما بينتقد لتحسين الوضع فده طبعا حق أصيل لي يلاقي بعض الناس مثلا ممكن تنتقد وضع صحي في مكان معين حقك تنتقد هذا الوضع لكن بص للمنظومة الصحية بشكل عام إيه اللي حصل فيها خلال السنوات اللي فات إيه اللي أنفق عليها خلال السنوات اللي فات مش بس كده مش بكلم عن صحة وتعليم آه إحنا لسه قدامنا شوية نخلينا منصفين ووقعين لسه قدامنا شوية لكن إحنا موجودين بالفعل على نفس التراكده يعني لو إحنا ما بصناش إن إحنا عندنا قصور يعني والكمال لله وحده أنا مش حقدر إن أنا أشوف أي أوجه قصور أو أبدأ إن أنا أحلها طبعا فبالتالي يعني كمان لما أجي أشوف إن كنت بتشوف تقرير قبل ما نبدأ على طول كان في بعض المبادرات اللي تمت في مجال الصحة هامة جدا جدا لما لاقي إن أنا عندي مبادرة مصر خالية من فيروس C وفعلا يطلع 2019 مصر خالية من فيروس C لما لاقي عندي حاجة ودي بتواجهنا إحنا كمان بقى كنواب جدا جدا اللي هي قوائم الانتظار ولاقي إن تم إطلاق مبادرة رئاسية كمان للقضاء على قوائم الانتظار يعني والحفاظ على صحة المواطن فدي حاجة أنا لازم أبقى مدرك إن في تغيير بيحدث ولكن هل في قصور؟ نعم في قصور أنا ما كنتش يعني واخد الدنيا وهي يعني جميلة ومشرقة لا ده إحنا يعني في الفترة الحالية الجميع ما بقاش فيه مكان بقى لحد يقول هو فيه حاجة بتحصل هو أنا شايف حاجة بتتغير لا معلش ده فيه حاجات كتير جدا جدا لما لاقي إن بيدخل المدارس مبادرات عن التقزم وإن أنا بشوف صحة الأطفال والأنيميا وكل الحاجات المنتقصة دي لما أبدأ إن أنا أشوف صحة المرأة كمان واهتم بصحة المرأة وده جانب مهم جدا لما أبدأ إن أنا أشوف إن أنا باهتم بكل جوانب المجتمع اللي موجودة حوالي يبقى أنا فعلا فيه حاليا تغيير ولكن يعني يبقى جزء إن أنا طول الوقت لازم أبقى مدرك إن أنا مهم جدا إن أنا أرفع احتياجات المجتمع أبص على ما تبقى من احتياجات المواطن المصري علشان أقدر أقول لا أنا فعلا بدي قيمة مضافة كل فترة أكتر من الفترة اللي قبلها أكيد مشاهدين إحنا موجودين لسه معاكم ومنوارنا في الستوديو إن إبا هيام الطباق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لكن خلينا نتوقف لحظات الفاصل ونرجع نستكمل الحلقة أهلا بحضراتكم لسه طبعا كلامنا مستمر عن التوزيع الجغرافي للمشروعات القومية التي تمت في مصر خلال التسعة سنوات الماضية وكننا نتكلم عن عدد كبير من المشروعات وفق احتياج كل محافظة معنا طبعا النائب هيام الطباق عضو مجلس أنواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من ورانا وكننا نتكلم عن عدد هذه المشروعات الموجودة في المحافظات نقطة مهمة أريد أن أتكلم فيها معاك وهي الربط ما بين المحافظات يعني طفر شهدتها المحاور والطرق في الربط ما بين المحافظات فإن كان حتى على مستوى الطرق الداخلية في كل محافظة والربط بين هذه المحافظات الفائدة من ربط هذه المحافظات بشبكة طرق قوي نقطة مهمة جدا ومهمة توضح لأن طول الوقت يعني بيتم ذكر هو احنا بنعمل حاجة غير طرق هو بنحنا بنعمل حاجة غير كباري حاجة مهمة جدا جدا أن احنا نكون مدركين أن علشان أدخل استثمار لهذه البلد من أول النقاط اللي بيتم النظر إليها هي شبكة الطرق يعني شبكة الطرق عندي عاملة إزاي هل هي يعني جيدة تسمح أن أنا اللي سير وحياة أمنى هنا موجودة ولا لا على مدار السنوات اللي فاتت يمكن درجة الحوادث اللي احنا بنسمعها حتى وإن كانت موجودة حتى الآن قلت جدا جدا عن ما سبق لما باجي أنا دلوقتي مثلا وأنا من محافظة كفر الشيخ لما باجي علشان أوصل من طريق شبرى بنها الحر اللي هو أنا بعتبره إنجاز هايل جدا على الطريق الزراعي والربط بين المحافظات الزراعية والقاهرة واجي أدخل القاهرة علشان أروح أقصى القاهرة لو بتيجي من الدول الأول كمان بتيجي من الدول الأول كمان الدول الساحلي مثلا كمان يعني والطفرة الهائلة اللي حصلة دلوقتي في شبكة الطرق اللي موجودة داخل جمهورية مصر العربية تخليني أقول بقلب جامد ويمكن كان من قريب كان رئيس الجهاز التنظيم والإدارة كان ذكر إن مصر حاليا أصبحت في مصاف الدول اللي ممكن تقول إن عندها شبكة طرق جيدة مهم جدا جدا إن أنا لما أجي أبص لجميع الجوانب اللي أنا محتاجها داخل الدولة المصرية وإزاي المستثمر بيبصلي هنا إن أنا أبص للجزئيات دي بعين بقى يعني غير العين قصيرة المدى أو قصيرة النظر اللي أنا ممكن أكون مبص عليها في الوقت الحالي أنا أحب أتكلم في التفاصيل الصغيرة أكتر شاز ليتكلم عن الصورة الكبيرة فكرة إن عندنا شبكة طرق بتربط بين المحافظة خلينا بقى نشوف الناس بتوصل القرى إزاي الحركة كانت ما بين القرية والقرية كانت بتبقى شديدة الصعب ولو الناس لقيت مواصلة كانت المواصلات دي بتاخدها وتنزل بيها في الطرع فاتحل دلوقتي عندنا أكتر من مشكلة بقى عندنا مواصلات ما بين القرى داخليا بينها وبين بعض الطرق الداخلية اترصفت الطرق بطنت اللي كانت بتبقى عندنا فيها مشكلة بتعمل هادر للميا وكانت كمان بشكل أو بآخر لأن الطرق ما كانتش مستوية بتؤثر على سلامة الناس يعني يمكن بطبيعة عملي في مجال التنمية أنا تجولت في جميع المحافظات وكان عملي في القرى علشان كنت أقدر أن أنا أوصل أنا والفرق الشبابية اللي موجودة معايا علشان نسقف بيوت أو نوصل لحالات كان بيبقى صعب جدا جدا حتى كمان في فصل الشتاء أو غيره ما كناش بنقدر أن احنا نوصل للبيوت دي حاليا اللي بيتمه وخليني علشان ما بقاش بتكلم في الأحلام لا أوه في بعض القرى يعني ولسه في عدد من القرى لسه موجود شبكة المواصلات فيها لسه يعني ليست بالجيد بس يعني اللي بيحصل دلوقتي أن احنا على المصاري الصحيح أنا متوجه لقرية قرية إمتى بقى ده بيتم بيتم عن طريق مراحل مرحلة أولى مرحلة تانية مرحلة تالتة يمكن إحنا حاليا في بعض المحافظات في المرحلة التانية من حياة كريمة وبعض المحافظات الأخرى في المرحلة التالتة وبيتم الاستكمال ولسه فيه محافظات هنبدأ فيها المرحلة الأولى فجميع القرى جاية على الطريق الصحيح في مجال شبكة المواصلات عشان أقدر فعلا أن أنامي القرية وأقدر أقول أن أنا عملت طفرة حقيقية موجودة جواه عظيم محافظات كثيرة إلا ما يكون كل المحافظات شاهدت خلال الفترة اللي فات عادة كبير من المدن العمرانية والمدن السكانية أهمية ده يا فم أهمية ده أن أنا دلوقتي بخلي الشاب اللي موجود قدامي لأن مرضو من ضمن المشكلات الكبيرة جدا اللي إحنا كنا بنتكلم فيها أن أنا إزاي الشاب اللي موجود قدامي طول الوقت بيتكلم عن مشكلة السكن اللي موجود داخل هذه المدن وخلي بالكو كمان أن دلوقتي الدولة بقت بتنقسم لشقين حتى في الموازنة يعني اللي إحنا بنتكلم فيها بقينا بنبص للمدن وإزاي أن أنا أوفر استثمار أو خطة استثمارية جيدة للمدن وإزاي أن أنا قدر أوفر خطة استثمارية جيدة للقرى على التوازي أن ما يبقاش فيه يعني شيء شغال على حساب شيء آخر طيب في مرحلة من المراحل كان فيها حصل استثمار في البشر الاستثمار في السيدات المصريات إحنا شفنا فترة كان فيها نوع من أنواع التهميش وكانت بس مجرد بتكمل الكوتة يعني عشان يبقى شكلنا حلو كده وتماني بعد كده الوضع اختلف خالص بتاخد فرصتها وبيتم الاستثمار فيها وخرجنا بقى من قصة الكوتة خالص دلوقتي هي قادرة هي بتشتغل هي مش قادرة هي مش لا يتم إقصائها فقط لمجرد أنها سيدة هل هي كنت أول معاون محافظة في كفر الشيخ؟ ده يمكن حصل أن أنا كنت أول معاون محافظة سيدة داخل محافظة زي محافظة كفر الشيخ بس خلينا أقول لحضرتك على حاجة من أهم المكاسب اللي حصلت ما بعد صورة 30 يونيو هو كان تمكين المرأة بالشكل المناسب واللائق بشكل مناسب واللائق إزاي أن المرأة حاليا أصبحت موجودة في جميع المناصب تقريبا وفقا لمهارتها وليس وفقا بس أن أنا فعلا عندي كوتة سيدات موجودة جميع الخطابات اللي أنا بشوفها من سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيكون فيها تعزيز لدور المرأة المصرية اللي هو فعلا دور أصيل في المجتمع اللي احنا موجودين فيه ودي حاجة مهمة جدا جدا أن احنا نكون بصن الله حاليا بالشكل اللائق طيب عظيم جدا أني أطور الريف المصري ده انعكاساته على الاقتصاد انعكاساته عظيمة جدا يمكن أنا ببص على انتاجية تنفسية موجودة حاليا بين مش بس بقى بين يعني مصري لا بين مصري وكل دول العالم ببص على تنمية مستدامة ببص على خطة استراتيجية لأول مرة ما كونش غافل عنها تطوير الريف المصري هو يعني هدف أصيل ويمكن يعني كل التحية والتقدير للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ان احنا ازاي فيه مشروع وطني وحقيقي بيتم دلوقتي بيلمس المواطن اللي محدش كان بيبصله في الفترات السابقة فكرة ان احنا كلمنا الناس بأسلوبها اعتمدنا على في الاماكن الحدودية وفي الاماكن النائية وفي الاماكن الريفية على ناس من أهل البلد الرئيضات الريفيات اللي هم أصلا عندهم سهولة انهم يدخلوا ويخرجوا في البيوت لانهم يا اما جارتي يا اما خلتي يا اما عمتي يعني احنا منتكلم في انهم عارفين التفاصيل الناس في البلد بتبقى بسبعة لإمام المسجد وللواعد في الكنيسة فكرة ان احنا استخدمنا الناس استخدمنا ثروتنا الحقيقية وعرفنا نستثمر فيها القضاء المجتمعيين هم يعني ليهم دور حقيقي جدا داخل مجتمعتهم لما يجي ابص على سينة والحياة البدوية اللي موجودة هناك اكيد هتبقى مختلفة عن ما يجي ابص مثلا عن قرى وجه بحرية اكيد هتكون مختلفة عن قرى الصعيد دور القضاء المجتمعيين اللي موجودين سواء بقى هم رجال دين يعني بمختلف النوعين رجال دين اسلامي او دين مسيحي سواء ان انا ببص على الرائدات الرفيات اللي موجودين على الارض سواء ان انا بقيت ببص على القيادات الشابة الواعدة اللي موجودة اللي تقدر فعلا ان هي تؤثر ويبقى فيه كلمة مسموعة بتقدر ان هي تنقل بيها وتغير حياة هؤلاء المواطنين اللي موجودين حواليهم عظيم سؤال مهم جدا ماذا لو لم تتم هذه المشروعات اعتقد احنا كلنا يعني مدركين يعني ايه مواطن ما يكونش عنده صرف صحي مدركين حاليا ازاي انا محتاج ان انا يكون عندي شبكة انترنت لكل مواطن داخل جمهورية مصر العربية ومدركين مدى اهميتها ان انا مثلا يبقى عندي مبادرة رئاسية وان انا اوصل انترنت فائق السرعة لجميع القرى وتضاهي المدن ان انا اشوف دلوقتي ان صحة المواطن اصدام اربوط بخدمات التعليم المختلفة اللي تطورت اللي لازم تتعامل اشكرك حاليا هي مشرفاهية لما كنا بنتكلم عن التابلت وازاي ان الشبكات بتكون وعا لما كنت باجي اتكلم دلوقتي ان من مصادر التعلم حاليا الانترنت وبنك المعرفة اللي موجود اللي فيه كم هائل جدا لما اجي اربط الطالب مثلا بمكتبة اسكندرية عن طريق الانترنت انا بشوف تطور هائل جدا لو لم يحدث اعتقد ان احنا كنا هنتأخر سنين كثيرة جدا جدا واحنا مش مدركين ان فيه خدمات مهمة واصيلة ومرتبطة بالمواطن بشكل هام وعاجل لازم تكون موجودة في مثل هذه الخرطة عظيم طيب خلينا نعدي برضو على الحوار الوطني كده وانتبع اخر جلساته واحنا برضو اعتقد ان المواضيع مرتبطة بعضها البعض احنا بنتكلم عن المشروعات فالحوار الوطني كل دور كبير جدا في دعم وزيادة مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة يعني خليني احكي لحضرتك عن تجربة كده احنا قمنا بيها كمان كنواب واعضاء تنصقية شباب الاحزاب والسياسيين داخل القرى والجامعات والمنظمات الحكومية وداخل كل شبر على ارض مصر كانت متعلقة بالحوار الوطن يمكن مدى الارتباط اللي خضرتك بتتكلم عنه دلوقتي ان احنا مش منفصلين اطلاقا المشروعات القومية مرتبطة بالحوار الوطني مرتبطة باحتياج المواطن على ارض الواقع مرتبطة باننا يعني ما يحدث الآن على مائدة الحوار الوطني كان لازم يكون نابع من يعني المواطن هو عايز ايه؟ احتياج المواطن ايه؟ علشان اقدر بناء عليه اخد قرارات برضو متعلقة بالمواطن المصري اللي موجود في الشارع اللي انا اصلا يعني الحوار الوطني ده او يعني اتعامل علشان هذا المواطن بشكل حقيقي الفكرة كلها قائمة على المواطن الدنيا كلها بتلف حوالين المواطن الهدف الاساسي جودة الحياة للمواطن سواء مشروعات سواء حوار وطني كله بيشتغل في نفس السياق اللي هو توفير حياة كريمة ومحترمة وجودة حياة طليق بالمواطن المصري لما اجي اشوف دلوقتي ان الحوار الوطني بيلمس القضايا المجتمعية والمحور المجتمعي والزيادة السكانية والهوية والثقافة المصرية اللي انا محتاج ان انا احافظ عليه لما احتاج لما اشوف ان انا ازاي بتكلم عن حرية تداول المعلومات وازاي ان انا مبشرة الحقوق السياسية وان انا ازاي ببص دلوقتي للجنة عفو رئاسي واكبر نسبة من اطلاق صراح ما يتجاوز الف مواطن حاليا ودمجهم مرة تانية داخل المجتمع المصري ان انا شوف تغيير حقيقي بيحصل على ارض الدولة المصرية اعتقد ده انجاز لا يخفى الاطلاقا اكيد اكيد كل شكرا لكي نائبة هامل طباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين نورتين وشرفتين وساعدنا بيقول لكم شكرا لكي بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا بنشكر حضراتكو على المتابعة بكرة ان شاء الله حلقة جديدة من صباح خير يا مصر في نفس المعاد وصباحكو زي الفل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر